رمضان الشهر المبارك الذي من المفترض أن يكون شهرا لترشيد الاستهلاك اليومي من الغذاء ولو بنسبة متوسطة غير أن ذلك ما زال يبدو بعيدا لأن الأرقام تفرض منطقها بقوة ولكن ليست أرقام الاستهلاك طبعا بل بيانات تبدير اليومي للمتاجات الغذائية الأساسية فحسب البيانات التي تحوز عليها الشورق نيوز فقد تم حتى الآن تسجيل مليون وثمانمائة وستين ألف خبزة رميت في صناديق القمامة عبر التراب الوطنية هذا العدد الكبير جدا تم تبديره ورميه في عشرة أيام فقط منذ بداية رمضان وزن هذا العدد الهائل من الخبز يقدر بأربعمائة وخمسة وستين ألفا كيلو جرام أي نحو أربعمائة وستة وخمسين طنا من القمح الليني أو الفارينة المستعملة في عجينة الخبز القيمة المالية لهذا التبذير الصارخ تجاوزت خمسة عشر فاصل ثمانية مليون دينار بعبارة أخرى قيمة الأموال هي نحو اثنين مليار سنتيم رميت في القمامات في عشرة أيام فقط ولاية البوليدة في المرتبة الأولى في تبذير الخبز بثلاثمائة ألف خبزة أما ولاية تلمسان فثانية على المستوى الوطني بمائة واثنين واربعين ألف خبزة ولاية الجلفة ثالثة بمائة واربعة عشر ألف خبزة عن نابا رابعة بمائة واحد عشر ألف خبزة ووهران خامسة بمائة واربعة ألهافة سترمي الجزائر أكثر من خمسة فاصل أربعة مليون خبزة بنهاية هذا الشهر إذا تواصل هذا التبذير ما يعني أيضا رمي كيس من الأموال بقيمة ستة ملاير سنتيم الأصوات تتساعد لمراجعة الدعم غير المعقول الذي يساهم في التبذير ومئات الملايين من الدولارات تصرف سنويا على ويردات القمح الليل